موسيقى في الوطنية الأولى مشاهدين الكرام أصدقاء بنابج الوطنية الآن اللي تابعوا فينا يوميا على الوطنية من الأثنين إلى الخميس من السادسة إلى الثامنة مساء الخير مرحبا بكم اليوم عنا مجموعة من المواضيع أكيد مواضيع الآن مش نحتفى مبعضنا بتتويجات المنتخبة التونسي للكيمبو في بطولة العالم للكيمبو بتركيا 2021 حاضرين معنا وحديث معهم بعد حين كذلك مش نتوقف عند انتفاقية شاركة مبين مؤسسة التلفزة التونسية الوطنية ووزارة الثقافة وذلك في مجال الاقتصاد الثقافي الرقمي كذلك باش نتحدث على احتجاجات عقارب والأوضاع الحقيقة اللي تعثر في عقارب وخاصة مشكل مصب القنة وكذلك سنعود على موضوع محاولة يعني هنا كمان يرى شروع في القتل هنا كمان يرى اعتداء على أستاذ تعليم ثانوي تنميذ يعتدي على أستاذه والأستاذ الحمد لله يعني الحالة الآن مستقرة بعد إجراء سبع عمليات سنتحدث في هذا الموضوع نبدأ مع تتويجات نبدأ مع الأخبار الإيجابية يعني وتميز تونسي حاضرين معنا في البلاتو سي ثابت تنغموشي رئيس الوفد تونسي لمنتخب الكمبو مرحبا بيكم ومسأل خير كذلك محمد ألي تربلسي لاعب المنتخب مرحبا ومحمد ألي المجي لاعب المنتخب كذلك مرحبا مرحبا بيك مرحبا بيكم الكمبو رياضة دفاعية وكنتوا في تركيا الأسبوع اللي فات وحصيل الحقيقة من الميداليات نجمو قلو أربع ميداليات ذهبية زوز فضية وثمانية برونزية مرحبا بيكم مرحبا بيكم مرحبا بيك عايشك سينغموشي حضرتك رئيس الوفد أتكسها على استيضافة ومشكورة الوطنية مرحبا على الاستيضافة وعلى نحب ونفرح الناس وفما حاجة بيها في تونس وفما نجحات قاعدة في تونس الحمد لله الحمد لله ذا جاء معناها بعد تعب كبير برشا نعرفه معناها الكوفيد ونعرفه معناها الوضع في البلاد الحمد لله معناها نحن خدمنا عليها وكانت معناها مشاركة معناها مشرفة مبين معناها 35 دولة الحمد لله معناها تعبنا عليها وحققنا اللي حاشتين به معناها سيرتوم معناها حققنا ذهبية معناها أربع ذهبية وثمانية برونزية وزوز فضية الفريق تقول لي هذو ما الميداليت كل الفريق متاعكم من قدش يتكون والله من فرد مشينا نحن بستة معناها أشخاص معناها أربع لعبين وحاكم دولي ورئيس وفد معناها ديوانا معناها أربع لعبين جيبوا ثمانية برونزية وأربع ذهبية وزوز فضية هي أول مرة نحن نشاركوا معناها في سبع اختصاصات ديجا موجودين معناها في رياض الكمبو توسكي معناها ثماء كوتي ترديسيونيل معناها الفاة الكاتا والسلم دي فونس والويبن كاتا وكوتي فايتينج اللي فيها أربع اختصاصات اللي فيها معناها السومي والسبمشن والنوكداون والفول دونك معناها حققنا معناها ميداليات في جميع الاختصاصات وهذي معناها والله ما كان السهل برشا سيتو معناها ثم معناها برشا بلدين عندهم تقاليد في الرياضة هذية والحمد لله معناها أمم بهروا بالمستوى اللي وصلتوا الرياض الكمبو في تونس زميلة ميلم حمدي حضرت لكم التقرير وعودة على هذه الانجازات نشوفهم مبعض أربع عشرة ميدالية أحرزها المنتخب التونسي في بطولة العالم لرياضة الكمبو التي أقيمت فعالياتها في أنطاليا التركية أواخر الشهر الماضي أربع ميداليات ذهبية ميداليتان في الظيتان وثمان ميداليات برونزية هكذا كانت الحصيلة تاج حمد الفرجاني محمد علي ترابلسي محمد علي الميجري محمد أمينباني هم أبطال تونس الذين رفعوا العالم عالياً في سماء تركيا البطولة العالمية للكمبو في نسختها السابعة عشر عرفت مشاركة عدد كبير من الدول على غرار فرنسا ورومانيا والمجر لكن المنتخب التونسي فرض حضوره وتألق بمستوى مشرف للغاية فأبل البلاء الحسن بعزيمة قوية وإصرار متقد انتهى بتتويج مستحق مستحق لنا نتعرفه أكثر محمد علي ترابلسي يلعب المنتخب ويقول لي سينغموشي قبليك في اللقاء تحضيري في الكواليس ويقول لي بديت التدريب معه مليونة صغير وتغرمت بشوي بشوي كل مرة نتغرم أكثر بسبور هذا اللين ولا حاجة في حياتي لو كان نقول لك عرفنا بهذه الرياضة الدفاعية يعني هي شنوه بالضيط هي فن تفاع النفس فيها عديد من الاختصاصات كل اختصاص والجوم وكل اختصاص والخبرة كل اختصاص والجوم فسر النجوم الكيمبو هذه الرياضة لماذاك مش معروفة برشا في تونس وتقريبا مش معروفة بالكل حتى الحديث تلعا بدأتوا 2005 الديسبلينة ذاية في تونس نحنا بدأت بدأت معناها الرياضة بتاع معناها نتالى نحنا بدأنا ننشر فاهم من عام 2005 نحنا وصلنا برسك ثم 3000 مجيز في تونس عاننا أكثر من 30 جمعية هذه الحاجة البيهية معناها في الولايات لكل الرياضة الكيمبو عنا بطولة معناها النجمة نقوله أنها معناها يشاركوا فيها دوم على 3 أيام وصلنا معناها في تونس توحالين معناها الرياضة الكيمبو وسط المرحلة بها برشا في تونس وسط المرحلة بها برشا لدرجة أنها ممكن تكون تولي عنا جامعة مستقلة برياضة الكيمبو إن شاء الله ونحن صابينا الدوسية الدوسية الفيديراسيون من عام 2014 وصلنا معناها سبعة سنين معناها سبعة سنين وصلنا للجامعة لكن الوقت اللي جينا فيه تتبدل الحكومات وحتى الوزير معناها هو يفهم الدوسية هنا وبعد تصير سيكمل دقيش لحقي خاحتك يا غادر عود رجاع معناها المفروض توا عنده فكرة عليكم وتقريبا هو أكيد أشر لكم باش خرشوا ومشيتوا الأنطاليا أكيد هو وإن شاء الله نحن عاننا أمل كبير برشا في سيكمل الدقيش بحكم هو ولد الرياضات الفردية وصلتوا بش حل موضوع الجامعة وزدها موضوع آخر بشنا نرشهوله بعد حين لأنه اقترح عليكم استضافة يعني البطولة هذية اللي صارت في أنطاليا تركيا كانت مفروض سير في تونس والبطولة القادمة معناها محمد علي الحقيقة الترابلسي ما زال مواصل مع الدراسة ومحمد علي الميجري طولت مدربة متع كيمبو هذا بديت عندك سنوات كلاعب وحكا فريق معناها وطا قومي والآن بديت حتى بالتدريب في الكيمبو بديت بالتدريب أنا من صغير ودخلت في رياضة الكيمبو عندي ثمانية سنين شو أضيف لك رياضة الكيمبو لماذا رياضة الكيمبو ولو لديت سيدي ثابت الكل مغرومين بالكيمبو أنا نسكم في قنطرة منزارة وليتريانا وليات كساحة ما سمعت بالرياضة وشيخت عليها خطر معناتها ما تقلقش ديما فهمة جديد ديما معناتها تحس روحك فيها برشا سيئة كما قالوا لك معناتها وديما كما نقولوا احنا تنجمش تكون فهم برا فيه ديما تحس روحك نقص استعملتوا هذي التقنيات الدفاعية في حياتكم اليومية بطبيعة ما نجمش نستعمل لها معناها بتنفي مش بطبيعة ما تواعيف سينامش بتبقى الكلام هو ليزار مارتشو ثم حاجة به فيه معناها هي تقا تقا كتسايبها في الصالة في القاعة دونك كتخرج معناها للسيفيل معناها تقا روحك تقا روحك صدي سيفيل دونك ما تنجمش تعمل حد شي معناها من الحاجات التي تعلمتهم دونك هذي 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 مثاق الرياضي وهم حاجة نحنا قاعدين ننتبغو فيه بشي هو ما يوصل ويولي مدرب ويعرف برياض الكمبو وينشر وزاد على مستوى الوطر جيل جديد معناها ترافين توا دربت الترابلسي ومعناها وتراحل وسخين ويتمبر وكتش تراحل ما قاعدة تكبر بني هذا يعطيك الصحة أنا فرحان برشا أنه هو تدرب عندي معناها 14 سنوات دونك والحمد لله كنشوفه جاب ميدالية ذهبية هذي نتيجة عمل كبير برشا ونفرح أنه هو في يوم ويكون مدرب ونعرف وين هو بشي وصل اللي أنا علمته له اللي هو إن شاء الله معناها بشي علمه وليتلاي بنتاعه لكن إنتي عندك حلمة أخرى غير حلمة أنك الجامعة تم تأسيس جامعة مستقلة بذاتها لرياضة الكمبو فم الحلمة هذي يمتع تنظيم المؤتمر بطولة العالم للكمبو تونس حالينا ألفين وعب وعشرين ولا ألفين وعشرين ألفين وعشرين كل عام تصير في بلدي كل عام تصير في بلدي هي كانت بش تكون في الفين وعشرين لكن تجلت مرتين لسباب نعرفه دجاء الكوفيد وستورة الوضع السياسي إن شاء الله معناها نحن نعرفه تكاليف الكبيرة برشا اللي معناها اللي معناها بش تواحد يمشي شارك في بطولة العالم دونك عنا عديد عديد الزطليتو معناها حلمهم بش يشاركوا بطولة العالم وهذه معناها توموحهم والله وحضرنا نحن دجاء معناها إكيب كبيرة برشا وحبنا نلعب على القب بش تكون تاريخية في تونس ونهدوه لبلادنا وانا وانا بحكم قنيعتي في الرياضة أنتعنا إن هي إن شاء الله تكون شعبية معناها 3 ألف موجاز 3 ألف موجاز قدش تقريبا حذر من بلاد في تركيا قدش من مشارك في تركيا حذروا 35 دولة ولكن نحن خذينا في تونس لهنا وعود بحكم تونس معناها الكلفة تتكلف أقل دونك خذينا وعود ب55 دولة نحن ثم 55 دولة أو في الليما الاتحاد الدولي دونك خذينا منهم الوعود هنا بحكم عوضة وزدة في الاتحاد الدولي بش معناها يكونوا موجودين ويعرفوا الحمامات ونحن كنا نظموا في الحمامات ونحن تونس سباقة في التنظيم ودجان نظمنا قبل ما اقترحنا الدوسين تعال البطوط العالم جاءوا وشافوا معناها تونس والحمد لله نحن سمعاتنا باهم في العالم وإن شاء الله معناها معناها تونس تحذى بتنظيم البطوط العالم إن شاء الله محمد علي ترابلسي اختيت الذهب وصليح ذهبية قدش ميداليات عندك في رصيدك أربعة ميداليات ذهبية ووحدة فضية ووحدة برونزية ما شاء الله حلمتك حكينا على حلمات سنغموشي حلمتك أنت حلمتك أنت ليا أنا نصف حدي عمرك ساعة تونس أنا طوى 18 سنة حلمتي أني نواصل في السبور هذي ونحسن من روحي أكثر وأكثر خاطر شفت العبيد عنده مستوى كبير برشة في بطولات العالم وأنا نحب نخدم أكثر على نفسي ونحب عندكم كل المعدات لتدريب وكل عندكم قاعة مختصة متعددة إنها الإمكانيات تجهيزات أي هنا قاعة هل تحدثون الذين أكرمون قاعة في سيدي ثابت سيدي ثابت العاصم سيدي ثابت سيدي ثابت وصل البلد عاصم السيدي ثابت أين عاصمة الكيمبو عاصم سيدي ثابت عاصمة الكيمبو جغرافيا اضافة. مول ميجري. محمدالي ميجري. قدش شبت ميداليات. جبت زوجة برونزية واحدة فذية. ما شاء الله. انت خطر معناها. كاتيجورية اكثر بوانا لعب. ومعناتها ولعبت مع الرومين ومع الروس. مع الرومين والروس اللي هما معناه معروف عليهم ان الرياضة هذي تقريبا امتاح. صحيح. وعملت كيسحة على الاخر. ولعبت معهم من ند بالند. وحتى كي خسرت معناه معناه بسيف معناه. معناه كانت البرتي سيري. كانت صحة كانت صعيبة عليها. ما شكروا فينا بقاوة معناه. مش شكر بعيد معناه. وحلمتي معناه كيما شفت جزائر شقيقة معناه المنتخبات بمتاحهم هذو دوزيهم. ثانية عالميا. هذو الكوب معناه الثانية كوب دومونت. كيما أنا تمنيت معناه نلعبه كيما احنا معناه نلعبه انا فى تونس ونلعبه كيفهم خمسة وعشر من واحد ونهز ونفرح الفرحة اللي فرحوه هوا ازادا معناه كل هزو. الجزائر خمسة وعشرين يعني الفريق القوم الجزائري خمسة وعشرين فرد وتحت المرتبة الثانية عالميا على خ دها لجزائر تونس دراه سينغموشي. متوما اربعة افراد بركة تقريبا عملتو معناها اربع ميديل دهابيزوس فضية وثمانية برونزية معناه مجالا. الحمد لله لكن الجزيرة في ديراسيون وهم وهم زادة وخياننا معناها خدموا خدموا عليها رجلتها وحضروا معناها تحضير به وإن شاء الله نحنا نحنا بخودة ربي تكون في تونس نحضروا معناها النعبر معناها في التوت الكاتبوري ونحقوا المرتبة الأولى إن شاء الله. انتو ما جبتوا النتائج واشتغلتوا 3.000 مجاز وعندكم مقترح لتنظيم بطولة العالم واجبتوا كراس الشروط وقاليني ننتظروا في الرد متاعكم. الكرة في ملعب سيد وزير شباب الرياضة سيكاميل ديجيش إن شاء الله انتبعوا تكونوا حاضرين معنا والحديث على تنظيم في بلاتويت قادمة على تنظيم هذه البطولة العالمية في تونس. شكرا لك سي ثابت النغموشي رئيس الوفد التونسي منتخب الكيمبو. شكرا لك محمد علي تربلسي محمد علي المجري بالتوفيق إن شاء الله. وبدوام النجاحات. بش نتمر الموضوع التالي وهو الحديث عن اتفاقية شراكة ممضات بين تلفزة الوطنية كيدة تونسية ووزارة الثقافة في مجال الاقتصاد الرغمي. التقرير بامضاء هدى المسعد. في إطار التعاون الوثيق بين وزارة الشؤون الثقافية ومؤسسة التلفزة التونسية وتفعيلا لاتفاقية التعاون الإطارية الممضات بين الطرفين. أمضت وزيرة الشؤون الثقافية الدكتورة حيات قطاط الجرميزي والرئيسة المديرة العامة لمؤسسة التلفزة التونسية السيد عواط في الدالي. اتفاقية تعاون إطارية تجمع المؤسستين بمقر المركز الوطني لاقتصاد الثقافي الرغمي بمدينة الثقافة الشادلية القليبي. اتفاق هو موجود منذ سنوات لكن الجديد ربما مع وجود سيدة الوزيرة وزيرة الشؤون الثقافية حكينا مع بعضنا في اجتماع والاجتماع ذاك أفرز حاجات بيش تتعمل معناها توا توا معناها ما هيش بيش تستنى وقت لكن هي تنجز معناها بيش تنجز في القريبة العاجلة. هذا المرفق العمومي اللي هو يخدم الدولة ويروج لرسالة الدولة عبر مختلف معناها المؤسستها ووزاراتها حبينا نوصفوه لشريحة هامة في مجتمعنا شريحة عمورية هامة هي شريحة الشباب. هذا وتضبط الاتفاقية البرنامج التنفيذي وصيغ التعاون بين وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات التابعة لها بالنظر مع مؤسسة التلفزة التونسية واسناد صفة الشركة الاعلامي الرسمي لمؤسسة التلفزة التونسية للاحتفال بستينية وزارة الشؤون الثقافية والاستغلال المشترك لبعض الفضاءات في المؤسسات الثقافية الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية. المقر موجود بمؤسسة دار الثقافة ومدينة الثقافة عفوا فما استوديوات نعرفهم نعرف قيمة المباني وتجهيزات الموجودة عليها مدينة الثقافة اليوم سنستغل هذه الفضاءات حتى ننتج برامج مشتركة. اليوم الثروة الحقيقية هي هنا هي العقول. واكتشفنا انه عندنا شريحة هذي انتع لدي ستارتاب هذوما شبين اللي قادرين وعندهم قدرة ابداعية وعندهم انتاج بصراحة ممكن يزاحموا بيه غيرهم في السوق العالمي. ومن اهداف الاتفاقية تنفيذ المشترك لبرنامج ثقافي يعنى باكتشاف المواهب الشابة في شتى الميادين الثقافية والابداعية والفنون نفقى رؤية ثقافية متجددة وتشاركية تواكب تطورات في وسائل الاتصال وانشطة المؤسسات الناشئة كداعي من الفعل الثقافي. في استخدامنا سننخلق برشة مشاريع ثقافية رقمية. ومن المنتظر ان تساهم الاتفاقية رقمية. اتفاقية الممضات بين وزارة الشؤون الثقافية ومؤسسة التلفزة التونسية في مساعدة الشركات الناشئة المختصة في الاقتصاد الثقافي الرقمي. وبالتشجيع الشباب الناشط في هذا المجال الاقتصادي الجديد لمواصلة الابتكار واثراء المشهد الثقافي والاقتصادي الرقمي. مشهد اقتصادي وثقافي ورقمي كلمة رنانة وزميلة. نفرح برشة انه يكون هناك نفس جديد من يعني مبعثي المشاريع وخاصة نحب قدمه تحية لمجهودات وزارة الثقافة في مجال الاقتصاد الثقافي الرقمي. اتفاقية شارك كيف كنا نسمع في تقرير هدئة المسعدي بين تلفزة الوطنية ووزارة الثقافة في هذا المجال. مجال الاقتصاد الثقافي الرقمي. حضرة معانا لا سلوى عبدالخالق. مرحبا بيك استاذة سلوى. حضرتك المديرة العامة لمركز تونس الدولي الاقتصاد الثقافي الرقمي. ان شاء الله صحيح الاسم. صحيح. شكرا. مرحبا بيك. مبرك عليكم الاتفاقية مع التلفزة الوطنية. كذلك فاطمة الزهرة معتوك. مرحبا بيك فاطمة الزهرة. صاحبة مشروع اقتصادي ثقافي رقمي. بعض ما تعرفوا عليه. اسامي الاقسانتيني. مرحبا. وكذلك صاحب مشروع اقتصادي ثقافي رقمي. فاطمة بن عدل الكراي. مرحبا بيك من وراتنا. تنظم لينا مشروع مشاريع برشا نعرف. لانه المركز مشتوى بركة سيدة سلوى بدأ يختم. عندكم المركز يختم عنده فترة. وقاعد يأطر في الشباب في العديد من المجاريع. عطينا نبذة ديما على المركز متاعكم. بعد ذلك نعرج على هذه الاتفاقية. المركز هو مركز تونس الدولي. الاقتصاد الثقافي الرقمي. تم انشاؤه رسميا في في نوفمبر 2019. لكن هو بداية متاعه في في اول 2019. دونك كالمهمة متاعه والميسيون الاساسية متاع المركز. وانه انه نحاولو انه نطورو الثقافة الى ان تصبح رافض من روافض الاقتصاد. يعني وهنا تولي عنا القيمة المضافة الاقتصادية بالنسبة اللي توظفها الثقافة بصفة عامة. والمضامين الثقافية والتراثية. هنا عن طريق شنوه. عن طريق معناتها عنا اهداف. الاهداف تتمثل او الحاجة احنا بالطريقة هذية بشكون فما تثمين للتراث وتثمين للمضامين الثقافية والتراثية. من جهة عن طريق الرقمنة وعن طريق تكنولوجيات الحديثة. ومن جهة اخرى اللي هو اا اقتصاد ثقافي رقمي كنا حكيهه على اقتصاد يعني رافض من روافد التنمية. يعني فرصة للتشغيل وفرصة للمردودية الاقتصادية عن طريق الشباب حاملي كمبيتونس هذو ما اللي عندهم الخبرات. ولي نجمو يوطفوا الخبرات متاحهم بايش يتوروا في إتار تطوير المضامين الثقافية وتشغيلها ومن غادي يخرجوا بطريقة ربحية يعني هنا شوية اللي يوظفوها لكن في السوق وبطريقة ربحية هذا فشي تمثل المرافقة بتاعنا للمشاريع هذية ولأصحاب المشاريع عن طريق عديد البرامج فما برامج المرافقة الانكوباسيون والدوم بين خمسة وستة شهور وعننا عديد البرامج الأخرى اللي رافقوا فيها الشباب الحاملين لهذه المشاريع الثقافية الرقمية بحشي بشنا تعرفوا على المشاريع لكن هات نحكي على هذه الاتفاقية التي تم توقيحها بينكم بين وزارة الثقافة والمركز هو من جهة ومؤسسة تلفزة تونسية هي الاتفاقية هو برنامج تنفيذي لأنه كانت تم امضاء اتفاقية فيما قبل اللي تم امضاءها في 2019 هي اتفاقية إطارية لكن ما تم امضاء برنامج تنفيذي اللي على أساس مش تم تنفيذ بعض المشاريع يعطيني هذا البرنامج التنفيذي متعلق خاصة بتثمين التراث سواء المادي أو التراث اللي مادي كيف كيف اللي فما برشا ماشي للاندثار من تراثنا اللي مادي وسناعاتنا التراثية اللي مادية تثمين في إطار شراكة بين الوزارة والتلفزة الوطنية ثم إذن استغلال كذلك الكفاءات الشبابية والمؤسسات الناشئة لتطوير ولبعث مشاريع في هذا الإطار بالتعاون مع التلفزة الوطنية وأحنا نهارة لحد تم إمداء الاتفاقية اليوم في السنتر كان عنا ممثلين بالتلفزة الوطنية وكنا نقش في برنامج سيتم وتنفيذه إن شاء الله مش بدأوا الراه وتنفيذ متاع البرامج هذه في جامسي وفما وفي رمضان إن شاء الله إن شاء الله رأوا حاجات مزيانة نحن نحب معناها ديما بكرت هذه الأعمال تكون تسأثر بها التلفزة الوطنية فاطمة الزهرة معتوك سحبت مشروع اقتصادي ثقافي رقمي فاش تبثل مشروع متاعت قداش عمرك كيفاش اتوجهت المركز تونس لثقافة الاقتصادي ثقافة رقمية تيك دي سيو معروف اي بي انا فاطمة زهرة معتوك عمر 21 سنة انا مزل طالبة في المهدل على الأعمال في تونس وصاحبة مشروع ارتوك ارتوك هي بلاتفور مواب اللي تعمل على بيع وتثمين المنتوج اليدوي التونسي احنا عبارة على وسط رقمي بين الدزاينر والزارتزان التونس والحرفاء امتاحهم نوفر لهم دي شوف فيرتويل ويني نجموا يبيعوا مشاريع يبيعوا المنتوجات امتاحهم ويعرفوا بيهم وفردوك تنقوموا بالمرافقة في فرد التسويق معناها سوق استيراضية موجودة على النار وانتي كحيرافي تحب تسوق المنتوجات متاعك تتصل بهذه بال اغتوك 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 هذه معناها يعرضو لك المنتوجات متاعك اكيد مقابل معناها نصيب من الماء اغتوك 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 وانتي كحيرافي من خلال التواصل مع الكرياتور اغتوك 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 المركز المشروع يتمثل في عادة ترميم الآثار المكسرة في تونس من خلال تكنولوجية الواقعة المعززة اليوم تعرف أن تونس من أهم الآثار في العالم ولكن ليس لغزمان في معانا برشة آثار اللي ما زالوا مردومين تحت الأرض وفيهم برشة اللي هما مهدم وما عانيش الموايان بش نعود ونعملوهم هذا هو أين يدخل المشروع لتونس من خلال تونس من خلال تكنولوجية الواقعة المعزز أي فيزيتر من خلال الكاميرا يحل تطبيقه تطبيقه لكي تحل الكاميرا إذا كنت في الكاميرا متاعك في شرق روحك في خلال الكاميرا ترى كل شيء كما هو مع شخص تضع أمونيمن قدام الكاميرا لكي ترى كامل مع المعلومات لكل عليم لذلك يجب أن يكون هناك مشروع ربحي بش ناجم لذلك يجب أن يدخل من أهم الحاجات التي تدخل فيها السنتر لأنه يعمل تقطير ويجب أن يكون مشروع ناجح ومن شيء أخرى يعني عملكم حظانة المشروع ومن شيء أخرى أدخل ذلك الشراكات التي يعملهم كما يعملها لأنه يرموها مع الوطنية أو مع الين بي وغيرهم من الشركات أو الإدارات الكبيرة أو الجمعيات يجعل المشاريع هذه غير مواد تنمو وتكبر لماذا؟ خطرحنا كمشاريع ثقافية هي مشاريع خاصة جداً يعني لازمها تأثير خاص ولازمها إكو سيستيم خاص يعني ذلك عليش سنتر يكون بشيق تاني منكم ولا أنتو ما تحطوها على النات ويتم معناها لنزل التطبيق بشكون بمقابل أكيد كيف تكون الحكاية؟ تطبيق طبعاً بشتكون في مقابل والمقابل هذي يعني موش بش يكون فقط ربحي فقط للشركة ولكن يكون زادة ربحي لعديد الفاعلين في الدراث فاطمة، يعني مشاريع جديدة وشباب يعمل كيف؟ أنا مبهورة أولاً ساعة لأنه شباب ثاني حاجة وشباب سافادوس هو معناها أني تفتحت لهم حاجة كفما هذي ثاني حاجة اللي أنا مبهرتني الحقيقة هو أنه اليوم نعيش في العهد الرقمي لصناعة الثقافة لطالما أنا واحدة من ناس كنت نتمنى أن تونس تتخصص في حاجة في صناعة الثقافة لأنه سبقتنا مصر وفما برشة بلدان عربية معناها اللي يوصلوا لصناعة الثقافة اليوم إذا كان خلطنا على الفاز معناها تكنولوجيك أو التكنولوجي ولا تيك، معناها حاجة خارق العادة الحاجة الثالثة اللي هي زادة بش تكون سؤال في الحقيقة أنتوما تتعاملوا مع فضاء رقمي، فضاء رقمية طبعاً والزوار لن يكونوا من تونس فقط من تطوين حتى البنزرد ولا تبرقع، وإنما من العالم كامل يحدث أنه السيستام منتاغ في تونس النظام المالي في تونس يمنع عن التونسيين أنهم يتعاملوا بالعملة الأجنبية وورينا شاب كيفاش أودي على السجن من أجل حاجة كيفما هذه إذن حلتوشي المشكلة هذه، مشيتوشي للبنك سنترال باش تحلوا المشكلة هذه لأنه أنا نعرف اللي بشيها بتواليكم خاصة اللي كم تزوزة، معناها الحقيقة تزوز المشاريع هذو ما مش أول مشاريع ما شاء الله معنا وخاصة ضمن المشروعين، العمل لامتاع مدام سلوى هي صحيح مشكلة، وخاصة مشروعين هذو ما اللي هما الأجنب عادة معناتها اللي يردوا مع التانين والكل هي صحيح من أكبر المشاكل اللي موجودة عند لستارتاب هذو ما تواسر توالي يخدموا على الكультوري وعاليماتريال بتصفة عامة، المشاريع معناتها توسكي يه، ورعلتي أغمانتة وكل سيدواليماتريال هذو ما المشاريع متاحهم إحنا في تونس، السلسيستام فيرانسي متاحنا في تونس يسون أين بانكابل، أين بانكابل معتال البنكات تعتش ده الشيخ ياتدي المع選 دونس العديد وعلي شيخية التي يدغط على الخلية السيدة الوزيرة ومع المدير العامة للتنفذة تم طرح الإشكاليات هذية وغيرها من الإشكاليات وتعهدت السيدة الوزيرة وأنه اللقاء القادم سيكون مع وزارة المالية والبنك المركزي البنك المركزي للنظر في كيفية معناتها رفع الإشكاليات هذية ولو إنها هي مطروحة على المستوى معناتها الوطني لكل معناتها ناسيونات بخلاف هذا حتى سياسة مالية كاملة إزامها تتغير بالفعل خلاف هذا فما المشروع متاع الكراود فاندينج التمويل التشاركي اللي خرج في قانون لكن ما زالت ليتيكس دابليكاسيون نستنىو فيها خطر نجم ويتفق منه التطبيقية ما زالت ما زالت وخافوا ليتيكس دابليكاسيون زيدا هما خايفين الشباب زيدا طرحة المسألة خايفين ليتيكس دابليكاسيون زيد ترجع الضيق معناتها ما القانون كيف كيف حاجة في حاجة إلى فتح أفاق وفتح لحقيقة برشة أفاق وعريضة جدا وإلى رؤية خاصة لدعم التجارة الإلكترونية ولدعم كل هذه الأفكار حتى تدعم التجارة الإلكترونية في وقت اللي البلاد قاعدت تخبط فيه متعصرة اقتصادين شكرا لك سيدة الكريمة لسالوا عبدالخالق المديرة العامة لمركز تونس الدولي الاقتصاد الثقافي الرقمي شكرا لك شكرا لك فاتمة زهرة معتوك أسامة القسانتيني نورتونا وشباب يعمل كيف إن شاء الله بالتوفيق شكرا لك مشاهدين الآن باش نخليكم مع التقرير التالي مع زاملتنا زهرة الفضلي حول احتجاجات عقارب وأكيد مشكل مصب الجنة رفضا لقرار إعادة فتح المصب المراقب الجنة بمدينة عقارب تواصلت الاحتجاجات بالجهة منذ ليلة الأمس وإلى غاية اليوم احتجاجات ليلية استمرت إلى فجر اليوم جوبهت باستعمال للغاز الموسيل للدموع من جر عنه حالة احتقان في صفوف المحتجين لتتجدد المواجهات اليوم صباحا بين المحتجين وقوات الأمن الذين انسحبوا من مدينة عقارب وتم على إثر ذلك حرق مقر مركز الحرس الوطني بالمدينة ونقلت عديد صفحات على منصات التواصل الاجتماعي صور احتجاج المواطنين وحالة الغضب التي كانوا عليها ليلة أمس مستنكرين الرد الأمني على احتجاجهم الذي اعتبروه عنفا وغير مبررا مؤكدين أن تحركهم سلمي وأن مطالبهم يكفلها الدستور الذي ينص على بيئة سليمة وأعلنت فجر اليوم مصادر طبية من عقارب عن وفاة شاب وصل إلى قسم الاستعجالي بحالة وفاة مسترابة وفق قولها بعد أن تمت محاولة إسعافه بالأكسجين وفيما تداولت أخبار مفادها أن الشاب تعرض لاستنشاق كمية كبيرة من الغاز المسيل للدموع أكدت وزارة الداخلية على اللسان لطيقها الرسمي ياسر مسباح لبرنامج الوطنية الآن أن الهاركة يبلغ من العمر 22 سنة وهو أصيل منطقة الشهبان من عمد تنعيمات وقد تعرض لوعكة صحية طارئة بمنزله الكائن على بعد 6 كم من مكان الاحتجاجات وتم نقله من طرف قريبه إلى المستشفى أين لفظ أنفاسه الأخيرة مفندا رواية استنشاقه للغاز المسيل للدموع وتجد الإشارة إلى أن الإعلان عن استئناف نشاط مصب الجنة تزامن مع اجتماعا لرئيس الجمهورية قيس سعيد مع رئيس الحكومة نجلة بودن ووزير الداخلية توفيق شرف الدين نشرت الرئاسة أنه خصص للنظر في الإجراءات العاجرة التي واجب اتخاذها لرفع القمامة المتكدسة من مدينة السفاقس وقد شدد رئيس الجمهورية على وزير الداخلية بالتدخل الفوري لوضح حد للأوضاع في مدينة السفاقس وإثر ذلك تم الإعلان عن إعادة فتح المصب علما أنه تم سابقا غلق المصب وفق أمر قضائي نظرا لمخاطره الصحية على سكان المنطقة يذكر أنه تم بعث مصب الجنة سنة 2008 من طرف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وتم إدراج الجنة كمحمية سنة 2010 وفي ذلك الوقت كانت المنطقة التي فيها المصب المراقب الجنة خالية من السكان مشاكل بيئية بالجملة في ولاية السفاقس والحقيقة ارتفاعها وطيرة الأحداث واحتجاجاتها بين الأمس واليوم ومشكل مصب الجنة أكيد كيف ما كانت تحكي زهرة فضلي في التقرير نعود على هذا الموضوع لأنه موضوع مهم جدا والحقيقة عامل شلال تقريبا في مدينة عقارب وكذلك في ولاية السفاقس زهر المتهمة من مدير العام لبرنامج الوطني نظافة المحيط وجمالية البيئة بوزارة البيئة مرحبا بيك سي سوفيان سوسي مرحبا بيك مدير بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات مرحبا وسي حمدي شبعان خبير بيئي وفاطمة منورتنا مع ارتفاع نسق وطيرة الاحتجاجات ووفاة شخص في عقارب الحقيقة فيه خلال هذه الاحتجاجات وأنا الحقيقة بتوصلني نسخة من الشهادة الطبية اللي يقول أنه كان عنده انسداد في الشرايين مع عملية الاختناق اللي صارت ما محملش وتوفي يا رحمه الله وأصدق التعازي لحائلته الحقيقة ولمدينة تعجير بالكل سبب المشكلة هذية خلينا نوضحه لسادة المشاهدين عليش تم إغلاق الجنة من منطلق وزارة البيئة ومن بعد معنا بشيزيلي وضحنا عليش التجؤوا إلى الإغلاق دون إيجاد بدائل فضل شكرا على الاستضافة قبل كل شيء نحب نترحم على الشاب عبد الرزاق لشهب ونعزي عائلته وأحنا حتى حد ما يحب حاجة كيما هكذا تصير ربي يرحمه على إثر استقناف نشاط الجنة معنا قلتو اللي الوزارة هي اللي معنا سكرت المصب ما سكرناش المصب لانا ما قلتش انتي سكرت المصب انبعد بش نحكيه مع مباح ذاك مدير بالوكال الوطنة تصرف في النفايات هم الذين قروا التسكير المصب بين عاشية وضوحها دون إيجاد بديل حابين النفا معناه كل أطراف حابينها تكون حاضرة مرحبا هو راه بالنسبة للحلول معناه الحل اللي ارتقنا له بالنسبة للتو هو إعادة استقناف المصب خاطر ذو الفضلات إعادة يعني تفعيل ومصب الجنة أنه يرجع يخدم حتى في انتظار إيجاد حلول بديلة هو هذية حل من الحلول علش على خاطر هو دجاء المصب هذية مراقب وهو المصب اللي معناها قاعد يخدم من قبل من 2008 الفضلات من الجموش نكملوا نتفرجوا في الفضلات في سفيقس ومفاماش حتى حلوا عندها تاول حكاية 40 يوم دونك أحنا استقنفنا النشاط وإمتاع المصب بتبيعة بش هي حل من الحلول ومن الجموش أحنا معناها كوزارة بيئة بش نحطوا الفضلات هذية في أي بلاسة خطنمشينا وتنقلت سيدة الوزيرة على عين المكان مع فريق وشفنا وحكينا مع أهالي الجيهة ومن الجموش معناها اقترحوا هما أهالي الجيهة معناها حلول من جملة الحلول مثلا نقل لك حطها في ديكاغياغ ولا نحطوها في أماكن مؤقتة أحنا من الجموش نحطوها معناها بصفة عشوائية بما أنه عنا نصب مراقب اللي هو الجنة في عقيرب ما صب من 2008 يختم أكيد المجتمع المدني قاعد يطالب وقاعد كقوة دفع لي رفع يعتبروها مظلمة على عقيرب خاصة وأنها منطقة يعني المصب جاي قريب من منطقة من محمية عقيرب وخبير معناها بيئي معنا وبشي حدثنا بعد ذلك بين حشية وضوحاها الوكالة الوطنية التي تصرف في النفعيات تقرر غلق المصب ودون إيجاد بدائل سيسوفيا مرحبا بيك عايشيك مرحبا يوم نورنا أول حاجة هو أره إقرار الغلق في حد ذاته هو أره لم يصدر عن الوكالة لرغبة منها مش أحنا رأنا نحبه نسكره ونحبه ونحله ونحبه فما تشنجات تصير وفما صحيح الناس بالحق أنا مواطن تونسي كيف هم رأوا نفهم مش معناها أني نتقلق من من إفرازات أنت عم صبه تمت عديد المحادثات مع المجتمع المدني في الموضوع عباية ساعات نوصل الحل لكن آخر الظروة اللي وصلنا لها هي وقتها في أوت تسعة وعشرين أوت واحدة وعشرين معناها اللي معناها تم رفض قبول أي نفايات معناها رأوا معناها الضغط هو لأنه ديما الحوار ما ننجموش نحلو منه نحلو بيه المشاكل اللي عنا وبالتالي راهوا في غياب حلول واقي ما عندكش أنت حل بديل لأنه أنت تعطيني اليوم مثلا نوقف قبول النفايات ما ننجمش نوقف إنتاج النفايات من عند المواطن ما ننجمش نوقف عشاك الزبلة في الشارع وبالتالي إيه ما إحنا نعفل في سفيقس معناها أربعين يوم وبدون نرفع النفايات وقلنا غير النفايات العادية زادة فما النفايات متاع المستشفيات وأعضاء بشرية متاع هذا موجود هذا موجود معناها نحكيه نحكيه على محيط المصب معناها نحكيه على نحكيه على محيط المصب عادي جدا أنه حتى كان عندك ضغط ومعناها حذرتك ممثل للوكالة الوطنية تصرف في نفايات أنه تعنوا على إغلاق مصب حتى لو كان تحت الضغط بدون بدون يعني رجوع إلى معناها الوزارات اللي ممكن تدخل كل كيفاش كانت العملية بربي خلنا نفسر لك حاجة أنا نفسر لأي إنسان يعني يحب يفهم الوضعية هو رو المصب مستغل في إطار صفقة عمومية في إطار الصفقة وأنت تعرف معناها تحكم فينا بنود الصفقة ما تنجمش الوكالة تجي في وسط الصفقة وتقول أنا وقفت القبول لأنه المستغل على عين المكان ما عندوش حاجة تخليه يوقف القبول هو السيد يستغل عندو مراكز تحويل وعندو مصب مراقب وقاعد يقوم بتحويل النفايات ما تنجمش الوكالة تقول قررت غلق المصب نظرا لي ما فناش ما تنجمش تصير لأنه هذا إخلال بالعقد لأنه أنا شكتلك هطلك راهو العقد شنو فيه أستاذ العقد فيه أنه قداش سنوات هو محدد بما يفوق 24 شهر بما يفوق 24 شهر لكن هي طوى 13 سنة معناها من 2000 خلي فاسلكم رو نحكيه على العقد هذا يبدأ في ماي 20 أنت تحكي على تواصل المنظومة تواصل المنظومة نعم نحاولوا بربي أن أنت اللي تفسرنا على خطر أنت اللي تقول لنا العقد لأنه إلى حد الآن حسب لكلمة سيدة الزهور المتهمة وحسب كلمك أنت ما ما فاماش توضيح ما فاماش خلول مرة الأخرى جاءت بحثين لزهور وتقول أنه الوزيرة منكبة لي لي إيجاد خلول الأمور ومعناها وصلت إلى ما لا تحمده عقباه ومزلنا ما قيناش الحلول طوابش نرجع نصبه في المصب هو بيدو وما فهمناش عليش بين عاشية وضوحها الطوم في حديث ما فسرتناش عليش تم تسكير المصب دون إيجاد خلول أخرى بالتنسيق مع كل الجوهر نحن دولة مؤسسسة تم تسكير المصب هو رو تم إيقاف قبول لنفاية تسكير المصب هو غير إجراء غير معمول به مثل الجمجة تسكير المصب مرفق عمومي تسكير المصب مواطن كاكة معناها مش نصيون تسكير المصب أنا اللي نحب اللي نحب اللي نوصله لكم اللي صحيح فم قبول نفايات بالمصب تمت لمدة معينة قبول نفايات في إطار مصبات مراقبة نعم قبلها كانت فم مصبات عشوائية وهذا هو الحد لنتع المنظومة لنتعنا حدنا في المصبات المراقبة شنو الغاية قالت مدام زهور اللي يلزمنا نمشو نحو التثمين نحو تغيير صيغة تصرف النفايات شنو اللي حدك حدك هو الوجود مثلا مكان ملاءم بش تقوم به تظافر الجهود المساحة معادش أنت لا تقعد في نفس المساحة حتى المصب يلزمنا نعتبر أنه انتهى انتهى أي خلول أعطيونا خلول قبل أن نمر إلى الخبير أعطيونا خلول بناتكم لأنه اللي قاعدين 40 يوم ونحنا نتخبطه بدون حلول فضل لازوه كان تسمح هو بالنسبة لإغلاق المصب كما قال سيسوفيين راه احنا ما نمشيوش ما مرة ما نمشيو إغلاق المصب ورأو هي حتى كيتحطت بصفة مغلوطة عليش وعنزي حتى المحذر اللي معناها صار وقت على مستوى في الجهة واللي فيه في النقطة حداش يقول لك التعاهد بغلق المصب المراقب بالقناة في تاريخ لا يتجاوز موفا سنة 2021 مع مراعاة وهذه الجملة المهمة مع مراعاة الإجراءات القانونية خاصة فيما يتعلق بإبرام الصفقات العمومية والإجراءات الاستثنائية وهذا اللي كان يفسد فيه سيسوفيان تقول لي اليوم شنوى الحلول رأوا فما حلول آنية فما حلول متوسطة المدى وفما حلول على مدى معناها بعيد أحنا تويقى قبل كل شيء اللي لازمنا نوضحه وجي ما نقولوه وجي ما نعودوه وماذا بينا جي ما نقولوه نعمله حتى على المجتمع المدني على الأخصائيين على الجهة على الناس الكل مش نحطوه اليد في اليد ونفهمو ديجا واللي هي رأي رؤية رأي رأي رؤية متع دولة اللي هي ماشيين نحو التثمين فما راه استراتيجية الاستراتيجية قاعدين نتوا كي نقولوه قاعدين نخدمو عليها نخدمو عليها مش نحطو القصص الأولى مش نبداوه أول حاشا لازم ندجها قطعة أرخ مش ننجمو نقومو بتركيز وحدات المعالجة هذي قاعدين نخدمو عليها سيدة أنصاف احنا بالنسبة لتوا عبد كيبدا مجروح ما تبداش تحكيلو انتي لازم الجرح الساعة تسكروا ما تبداش تحكيلو على الاستيتيك وعلى لازم تقدم احنا بالنسبة لنا نحنا الحل عادينا نحي التعاصل تعالوض احنا الحل اللي ريناحتويك الحل اللي ريناحتويك وبعد تشاور كبير ونقول بعد تشاور وهذي كعلي شبتينا المجتمع المدني هل يا عجارب قالوا احنا ما جاينا حتى لحد الآن احنا انا 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 نقول لك جينا وتحاورنا معاهم مش مشكلة احنا نتجاوز وهذا كانت تسمح لي اخذ كلمة الحل اللي رتقينانه ان نحنا كدولة عنا مصب مراقب بالقناة في عجارب تسكر بي سيفا نقولوا احنا تعصفية نقولوها توا بالنسبة لنا نحنا الراو في الفضلات تتقدس في معناها ومش ننهضو بالوضع الصحي والبيئي والاقتصادي الى اخره في سفيقز لازم توا حل عاجل انه انكملوا نستغلوا المصب هذي خاصة انه ما نشأحنا نسكرناك نقول احنا معناها البيئة بصفة عامة دونك هذي الحل العاجل والعاجل جدا هذا الكل بصفة موازية قاعدين نخدمه على حلول اللي هي ماشية نحو التثمين ورانا واضح وسط الفكرة سيدة زمور خضر قاعدين نكرر في نفس الفكرة سيدة شبعان سمعت معناها ممثلي الدولة سواء وزارة البيئة سواء وكالة الوطنية تصرف النفاية سؤالي مواجهة للوكالة الوطنية تصرف النفاية المصب احدثة سنة 2008 وينتهي سنة 2013 قمت بقداش من عملية تمديد للمصب وتعرفوا فما احتياجات اجتماعية اندلعت من 2016 ودجاة فما مكتوب عليهم موقع قدام الأستاذة تطوري موجودين العملية هذه انتما تمديد 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 لصفقة وتعرفوا عام 2019 شنوه صار اجزاكتما فما حريقة صارت في المصب وفما عباد تشكهوا بهم وفما قضية رفعت في وسط في المحكمة انتما تقول لي أعطيني بداء اليوم من 2019 لليوم فما تقريبا اربع سنوات البديل شنو ما فمااش حتى بديل اللي هي الاستراتيجية نرمال موم تع عملية الردم توقف 2013 اليوم عنا سبعة سنين من 2013 لليوم استراتيجية شنو نحكيو عليه انا حذرت على ما يقل في 150 اجتماع وندوة وبوسكافي وما يخالب ذلك ووتلى على استراتيجية لتثمين النفايات ما فما منه حتى شي جبت استراتيجية عام 2015 همتاع عملية المعالجة الميكانوبيولوجية اللي هي غالطة بتاتا وترفضت وجبنا لكم حتى احكام موجودة لبرة لاني التكنولوجيا هذكية راهي ما تتميشاش في تونس انتوما لا تحبوا بالسيف تعديوها وتحبوا بالسيف تقنعونا الا انه هذكية تكنولوجيا يجب ان تكون موجودة في تونس اليوم 29 اوت وقتلت سكر المصب وقعد ثمان ايام مسكر هبطت لسفاقس وقعدنا مع المجتمع المدني وفهم العملية وقال لك احنا نتنازل وتنازلها على عام وستة شهور باش انتوما تلقاوا حلول اشكون سكر المصب ما سكروش المجتمع المدني المصب انتوما المدير الجهوي بالوكالة الوطنية في اسفاقس اعلن وموجود التسجيل في الولاية متاع اسفاقس نهار 26 وسبتمبر قال المصب لم يعد له طاقة استيعاب معادش يرفع المواطنين شكال لك احنا عنا اتفاق موفى شهر موفى 2021 سكرنا المصب بالواهم كملوا فيه ضبطوا اشغال بمليار ونص باش تعملوا فقالوا لكم لا احنا مناش قابلين مصب في الجهة وامتعنا احنا قلقنا من ريحة قلقنا من المشاكل قلقنا من كاميونات الزبلة لا تنصر علينا في الزبل كل يوم رانا معاش نجموا نتحملوا رانا عبادهم مرضنا عنا تشوهات عنا العقب عنا 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 وهذا دي جاه موجود وموثق ومبعوث وصل للوزارة البيئة للوكالة للرئاسة الجمهورية الحكومات المتعاقبة كله وصلوا لشي هذا لكن اين البديل انا نسأل اليوم اين البديل نجي نقول لي عاديني قطعة ارض يعودي عاديني التكنيك اللي باش تعملوا شنو اقبل قطعة الارض هل التكنيك هذا يتماشى مع نفاياتنا احنا في تونس وإلا ما يتماشاش هذا هو السؤال المطروح احنا نحكيه احنا من البيت تونساناش حين فأنا نعاقومه بعملية الفرز من البيت باش نتحداه والتثمين والكمبيوتاج وكل شيء وواصل الاشكال ايش كال في الوكالة الوطنية لتصرف النفايات عندها مشكلة اللي هي مقامتش بالاشغال من قوت 2020 الى سبتمبر 2021 مقامتش بحتى اي نوعية من الاشغال باش لمصب يتواصل العمل به مش مشكلة المواطن راه مشكلتكم انتوما انتوما جبتوا مديرة عامة جديدة دخلت بامور سياسية ليرسل الوكالة قاعدت تخدم مين عرشكي باش توما تخدموا انتوما تكنيسيانات نور مرمون باش تواعيوها وتقولولها شنوه تعمل وش ما تعملش ما تعدى حتى شيء ما صرتش اشغال في المصب بطبيعة الحال المصب سات يوري في وقت من الاوقات ومش كان هو مصب بور الشاكيل راهو يخدم بالبسانت راهو اللي يخدم النفايات تقريبا على الجدار معناها اللي مين باش نوستوا به المنظومة هذية والاشكال اليوم اللي هو وطبع معني عشو قولكم الإيجابات بصراحة ما هيش مقنعة أنا طبع معاك هاني صحفية لهنا هل أقنعتك الأجوبة لا وانا عندي اسألك وقتين يقولوا أنتو مبيتك تلقاوا صعوبة تقولونا رونا رونا صعوبة بشي حد لا لا خليتكمل فار من بعد جيوبوا فارد مرة ثنين أسألة أنه أولا الساعة إذا كان توفى ألفين وواحد وعشرين المصب معناها في حد ذاته بالاتفاق شنو بش تعملوا يتراحلينوا أنتوما تغير عشرين ولا لا ولا فما الحاجة الثانية الاتفاقية اللي صارت هذه اللي حكيت عليه سياتك وقتين شوفها ومعها شكون شكوني الشركة معناها تونسية أجنبية شنو تعمل الشركة معناها يتراحل تلم وتحط وإلا التصرف لأن الوكالة من اختصاصها تتصرف في النفايات والتصرف معناها أنكم تجيبوا حلول جديدة مش الفايدة أنو حكيتم عن المجتمع المدني الفايدة أنو أنتوما تعملوا حاجات صحية بالنسبة السيدة معناتها زير أو زيرة جي يظهر لي معناها يصنط أم بالي معناها ما همش ما يحكيوا لهمش الحقيقة ربما ولا ما فهماش وقت ولا منعرش الدراسية يا عما زارة ما يحكيوا لهمش الحقيقة زيدة زيدة سيدتي فما أزمة فيقة زيدة أنا نقولها مع الإدارة اليوم أزمة فيقة مع الإدارة كنخرجوا وحنا في بلاتويت ونحكيه ونفسروا زيدة لازم فما تكون أمين إماما ممتعة مصداقية كنقولوا أحنا كوزارة ماشيين عنا رؤية ماشيين نحو التثمين وكي تقول تثمين راه وفما مراحل اللي يمر بها وفما حاجات لزمها تاخو وقتها خبلي وعندان فلون المنزل سمحني ما بداشت تثمين أحنا بالنسبة لنا نحن رأوا حاجة أخرى وحتى تثمين عنا برشة إجراءات قاعدين نقوموا بها حتى على نفاق إلى متى مدام زهور سمحني سمحني أحنا صحيح مش معناها أحنا ونيبغفير يا مدام زهور أنا خلت للوزارة عام 2014 بمشروع متكامل بالتمويلات متاع أنا مش نفسي سمحني أنا سمعتك خلي كانت تعمل مزيين نسمع نطلتش أرض أنا سمعتك أنا سمعتك نوضح جزت معناها فضل سيدة زهور الموقف متاع وزارة البيئة رأوا بالنسبة للوزارة الرؤية متحة واضح مشين نحو التثمين طوى بالنسبة فهم مشكلة كبيرة يسر معناها على صحة المواطن وعلى على كل المستويات في سفيقس عنا مصب اسمه مصب القناة في عقارب اللي هو يخدم لازم يكمل يخدم قاعدين نخدم حتى الوقتاش مدام أذر لي هو راحوا بالنسبة للأجالة التعاقدية وسي سوفيان توزيد يقول لكم فيرمني 29 سبتمبر هو بالنسبة للأجالة التعاقدية مع التأخير المسجل بأربعين يوم معناها قبل موفق 2022 احنا تويكة بوخصو فيس فاكس شنمنعوا سفيقس من الفضلات اللي هي تويكة معناها قاعدين نخدموا على برشة حاجات من الجموج احنا قبل كنجيونا نحكيو في البلاتون تقولونا تقولونا لغة بش بش احنا تويكة قاعدين نخدموا من الجموج خدمتنا مثل لج وقلوا سي مدام انتم الموظفين والمهندسين ما كونش بيزي احنا حكيو عن حكومات لحظة بركة اليوم نحكي مع زميل صحفي اللي يتعرض للعنف في عجارب خطر احنا انتم موكت بشيو معناها الحكومات ومسؤولي الحكوميين تمشيو في مواكب احنا زملائنا اليوم بتعنفوا فهمت زهير بن علي تعنف كيف كيف زميلنا قاسهمان يتعنف الكاميرا ما نتعنف اليوم في عجارب وتعرف اللي عجارب قالي حتى بالامن غادر عجارب عجارب اليوم معناه سوكين عجارب وحدهم اليوم لا ما غادرش الامن اي احنا موجود داخل المصر احنا احنا لا لا مش رب ان نحكيلك على المدينة على احتجاجات انا نحكيلك احنا سمحني سمحني ان نقول لك انا نحكي اليوم مع زميل صحفي بشيحكيلي على الاحداث والاجواء اول باور قالي كي جيت السيدة الوزيرة قلت لنا قالك المجمع المادية اقترحوا علي انتم قالوا لها احنا انتم كوزارة كمسؤولين بشكون عنكم بدائل بشكون عنكم حلول لنا مش احنا نقترحوا عليكم احنا هزوا علينا سكروا علينا المصبر تماما سيا السوسي تفضل سيا سوفيان شكرا اول حاجة ممكن هما عديد الاسئلة في معناها الواحد احنا لو كان نحكيه على اول بدايات المصبرة هي اذا كان نحكيه على انه بشي سكر في 2013 ما عناش ابرار ممكن تشوفت انتي البلاكة محدوطة يحطوا فاعل فيسبوك اللي هي بطاقة المشروع لانه المشروع وقت حط المقاول بناه في خانة واحدة عمرها خمسة سنوات لكن المصب في 36 اكتار الخانة هذي نحكيو عليها فيها خمسة اكتارات يخيم صب مراقب يشد خمسة سنين ما يشدش خمسة سنين شدك شدك احنا رابط دخل دمظوم ربي سمحني لا تجربة لا تجربة انا ما قسيتش عليه شاعتك تتكلم اما خلينا نوضح وخلينا نخرج بن هذا البلاكاتون بمعلومة واضحة انا سمعتك للخر وحبيت نوضح النقطة هذية لانه سهل انه نحطوها هكا وبالتالي كي توفى المدة لولا مع العلم اللي احنا لاحظنا اللي المصب كي تحط تحط على انه فما كمية يومية تتراوح ما بين 300 و 400 طن تدخل المصب اليوم 2021 ستة مئة طن تدخل المحصب جابتها الوكالة ستة مئة طن هي تبذير علاش هذه على خاطر ما فماش سياسة واضحة في التصرف في النفايات نحن شنو نحكيه من بكري وهو بش نجاوز النقاط الكل بش من احنا حكينا قلنا راهو يلزم التثمين والتثمين راهو قايم على استراتيجية العالم الكل توجه نحو المسئولية الموسعة للمنتج الا تونس ما توجهتش نحو المسئولية الموسعة للمنتج هذه يجب يتحل عليها ديباء في تونس بش نعرف اللي مسئولية راهي الوكالة ما هيش في انه ترفع تحط الزبلة في المصب مش هذي مسئولية الوكالة راهي مسئولية انتع منظومة راهو ننساو شلي المنظومة هذه ظهرها مقسوم مقسوم بين الرفع في بلاسا والتصرف نسيبوا الرفع ونسيبوا منظومة الرفع ونجريوا على الوزار الرفع راهو بصيفة عامة احنا احنا بالعكس انا انا راهو علاش علاش ما تكونش منظومة متكاملة احنا واضح الناريت سأله احنا بيت نتربوكم انا راني معناها استنيت حتى تخليوني حتى ثلاثة دقائق باش نفسر وجهة نظر واضحة بارك الله فيك انا بالنسبة لي راهو منظومة التصرف في النفايات هي من مصدري انتاجها وليست المصب لا نحن نخزر للمصب كوحدة لا انظر للنفايات احنا بها نعتبره سكرنا المصب علمنا المواطن قلنا له سكر لا تتخرج الزبلة لا ما يعبر عنه مواطن يخرج يضع ببالا يخرج يضع ببالا فما مصب فما مطر تقس هاي ديما يخرج يضع ببالا ديما المواطن وديما ان المواطن يضع للمواطن مش نقصد انه لا انا نعتبر اي انا انا روحي انا مواطن تونسي زادة نشوف في نقاط سوداء في حومتي نشوف في كل بلاسة الوسخ يخي ما تغذنيش يخي هذه منظومة لانجاد واحدها لا منظومة تونس علاش قلنا احنا رانا واحلين في الاستراتيجية لأن وضع الاستراتيجية تحتاج للسيد تحتاج الكنتي تحتاج الاعلام تحتاج ما تحطش انتي منظومة وتكون الناس الكل متعرضة فيها بالطبيعة بش نقعد حتى لو مع المشرع سيدي شوف احنا لقينا ديفاي كيف نحكي في الموضوع هذا حتى السيدة كانت تتكلم سوا فما ديفاي سمحني من شرع انه النفايات بصيفة عامة هي ملك للبلاديات ويمكن للوكالة ان تتصرف فيها بموجبية وثيقة تصنيدوها البلاديات شكو نشرحها منظومة كام لا يزمها تتغير منظومة كام لا يزمها تتغير وتتشاف لانا منيش منيش ضد قاعدين لدفعوا فيكم بجوا تقولوا راي المنظومة يزمها تتبقى قلناها في البلاغ سي سخيان رايو الاخلالات مش معناها راي منظومة ما فيها حتى اخلالات فما اخلالات سيخت الماو احنا الاخلالات هذوما بش نحاولو نرفعوهم وبش نحاولو بقدرة ربي لكن اللي قالوا سي سوفيان انا نشاطر الرأي مهم جدا راهوا راهوا سمحني راهوا الاعلام المجتمع المدني السلط الجهوية والوزارة واللي تابحها هذو من الكل يجبهم الكل يحطوا يدهم في العجينة بش نجموا نطبقوا المنظومة هذية الحكومات ضر الحكاية ايقول لنا الحقيقة اوزلي انا منحبش ندخل في حاشات سياسية ما هو انت مزارة احنا موضي في دولة احنا نمنو بتواصل الدولة هوا ما فهم شي في الدولة هوا انت تحكي على فايت ما دام زادة تحكي على عجز مريم فاطمة محمن قبل ما نوصل لهذا تقول احنا كنت مقدرين 300 تورنات نفايات يومية ولات 600 تورنات على خاطر المواطن مبذر لكن انتوما كوكيلة اي انتوما كوكيلة ما هو المفروض تعملوا انتوما دراسات وتقدروا الاقصى والادنى سمحني معناه ولي ونطالبوا المواطن انه مبذر هذا في عهد تعاصر اقتصادي من المواطن كان عنده فلوس بش يزيد بذر نضجع الكلام سيا حمدي شكال سيا حمدي قال مش نورمال مونتو ما تسكروا 2014 مش نورمال مونتو سكروا 2018 ما سكرناش اي علاش غطر واقي نعملوا احنا الاستيماسيون تعنا ما نحطوا احصائيات المنتظرة نعتمدوا على نمو ديموغرافي نعتمدوا على وضعيات نعتمدوا على هذا هو ايه تو وكي عملنا احنا دراسات لولانية وكي بدينا في المشروع كانت 0.6 كيلوغرام للمواطن للشخص في اليوم معناها انت بشتاخذ عائلة تعمل 0.6 كيلوغرام في الاربع اشخاص تو فما عنا دراسات منفردة وعنا دراسة عامة عملتها سويبناتن نتفكر علي بل ووصلت 0.825 قريبات قرابات الكيلو يخرج من عند المواطن الشخص معنا فرد في العيلة يخرج كل يوم اخي لو كان نحاول انو نثمنوا مجهود المواطن ونحطوه في المنظومة خير من ينقعدوا نتعاركوا معاها لش نتعاركوا احنا مع الناس ما نتعاركوش يلزب يكونوا معانا راهوا في المنظومة سي سوفيان السوسي في حديث قبلك قلت انو المقاول بناك واحدة من خمس وحدات وما ما وصلنش لحديث هل معناها فما ما تكملش المشروع ووضحنا منظومة التصرف النفايات احنا مرغينا بمراحل الدولة تحط استراتيجية واحنا ننفذوها ونعطي وراينا فالكن ننفذوها خطر المنظومة القديمة اللي كانت من 96 هي تجميع النفايات في مصابات مراقبة ولهنى ما نعملنا اخرجنا من وضعية المصابات البلدية وبدينا نجمع حمدي يعرف بدينا نجمع في النفايات في تجميع النفايات ويجد مصاب مراقبة ويعرف اللي يراه في التجميع وتحط في مصاب مراقبة معناها عندك خانة عازلة ويجد خانة عازلة ما الفرق بينك في الوضعية خانة عازلة في مصاب مراقبة ووضعية مصاب عشوائي اللي في العشوائي لا ترى شيء كان في الدخان الإشعال التلقائي النفايات والناس كل تقول أطع لمها لكن ما صار عملنا مجهود ما نشكر لش في رواحنا لكن عملنا مجهود عملنا مجهود جمعنا النفايات اللي تتوى الناس تقول النفايات هذه كثروة ما كانش ثروة كانت ملاوحة لم يناها خرجت منها إزعاجات علش لأنه إحنا أصل الدراسات وكي تعملت على التسعينات بقالوش رو مش تخرج لكم مطار مكعبة من المياه الرشح وبش تخرج لكم غازات شي كبير لا الدراسات على وقت كانوا يعتبروا تونس كيفما الدولة هذيك ودولة هذيك ويعطيك نسب عادية يقول لك تقصها سخون تونس وباش تتبخر وباش يصير وباش يصير ابان اكتشفنا الوضعية الحقيقية وعشناها وقاومناه وشكير شكير بالحق معناها سيون سيطوات بالحق المصببات الكل الموجودين المصببات الكل راهي أعايش نفس الوضعية لأنه الإفرازات يليك على خاطر ما خليناهاش بالمسؤولية تتسرر لكن بورش شكير يبدو لي صار التسربة أنا مرة معناها شغلت واحذرت ندوات شوف سيطواتيان مش نحكيه نرجع نرجع لستراتيجية المصببات لسيطة العامة ومبعد نطالبه سيدة زهور المتعمل شجوبك على قصة أنه المسألة التثمين والكمبيوستاج حسب حلنا نختار كلماتي لا تليق بوعينا البيئي خلينا نقولوها كيف بنسبة لستراتيجية المصببات بدأت عام ستة وتسعين أول مصب في تونس هو مصب بورش شكير بعد ما كان ليهودي الإخلالات البيئية لموجودة في بورش شكير في الإنجاز المشروع من عام من عام الف وتسعمائة وسبعة وتسعين مرصودة أنت تواسي سوفيان تقول لي ما نعرفوش اسمعني عيشك أنت تجي في تكنولوجيا مسقطة وقتها المصببات قاعدة تغلق في أوروبا أنت جيبتها لتونس هاو شو كان يصير وكما حبيت وتعملوا حتى في عامل التثمين اللي قاعدة تسكر في أوروبا تحبوا تجيبه لتونس هذي اللي وقف نية هذي هو الحيطرة ولتبناء مبينات هذا الموجود المصببات لا 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 المشاريع التثمين اللي قاعدة تسكر احنا خادرين على نفايات تكنولوجيا فما مثالي تقال نقل التكنولوجيا الترانسفير دي تكنولوجي الترانسفير تكنولوجي دي ما نشريه في التكنولوجيا البيت التكنولوجيا الانتهت وقتالي سكروا الأوروبيان سكروا في المصببات وتبدوا ودخلوا في الانتقال البيئي احنا جبنا القديم ما تخنيش في جديد دي راكتو ما بيه وتخني فيهش جميع المصببات بيه كلهم عليهم احتراث في الإنجاز وفي الاستغلال بيه جوبوا مباشرة هل المياه المشبعة في تونس تثمن؟ هل المياه المشبعة في تونس لحظة؟ هل هي اللودي الاكسيفير؟ بعد ما تعمل 380 تقعد لك الفاضل اللوطاني فاش تعمل بيه؟ موجود موجود فاش قد تعمل بيه؟ قاعد يقلق في العباد ويعمل في النموس ويعمل في الرواية ويعمل في مشاكل يعمل في الأمراض الكلة كله ميتولور موجود نموس ما يتكون إلا في أستغنانت الاكسيفير ما ينجمشي كون نموس رك إكسبر بيه مرحب بيه سيسوفيا نسوسي تفضل واضح نقطة واحدة نوضحها جميع دول العالم عندهم مصببات مراقبة صحيح ما تقوليش نسبة الرد لما تتجاوز 10 في المئة لا 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 ما تقوليش نسبة جميع دول العالم تستعمل المصببات المراقبة راهي حاجة حتمية لأنه صفر نفايات لا ما تنجمشي تخرجها في النتيجة انتي تنتج في النيت النفايات توصلها لي لينا تقولي توا تعملي منيش جنينا مش نعمل صفر نفايات من النفايات اللي موجودة لا رولي ينتج النفايات هو ليوصل معي في صفر نفايات نعود كلامي ممكن ما سمعني حد شو المطلوب بنا احنا كمواطنين فمشي وموضات تحسيسية في هذا المجال شو المطلوب بربي كانت تسمح ونواصل اللي قالوا سي سوفين حتى تجربة في حي الخضرة في حي الخضرة يعطيك صحة وعليش ما كملتش وعليش ما كملناش عملناها خدها معنى بيش نكملك يا رحمولي مدام ريت سألتك قبيرة قتلك تواتر الحكومات غير المتجانسة اثر عليكم ولا لا اباهوني اثر عليكم سمحني لان هذيك تابعة بن علي وتابعة والدخل بن علي نحب انا نكمل فكرتي وانا نأمن بتواصل الدولة ونقوم بالحاجات الفنية انت نعرف احنا تويكا قاعدين نحب ونمشيوا في الحاجات والتقنيات الحديثة وكما قطلك توه الرؤية متع الدولة هي تفمين لكن مش تفمين نجيو نحطوه موسقطة كاكة من الجمج عليش خاطر عليش قاعدين يقول لك قاعدين نخدمه توه تحب ندخلوا في الحاجات الفنية توه ندخلوا فيها واستدعانا مدام نصاف على بلاتوين وطوف السروق احنا بالنسبة اللي حكيت عليه التوعية راهو التوعية والوامضات التحسيسية نعم هذي برنامج كبير اسمه البرنامج التوعوي والتحسيسي اللي قاعدين نخدموا عليه كوزارة وهو برنامج طموح وطموح جدا واللي هو ما نجموش نوصلوا الحلول ما غير البرنامج هذا فمع عدة حلقات هذي حلقة مهمة جدا خاتلزمنا نغيروا التصرف تغيرون ما بالقوم ما بالمواطن حتى تتغير وضعياتنا فمعنى لازمنا نغيروا معنى ينسوقوا بالتشاور بالتحاور وما ذات تحسيسية وما برنامج اتصالي كامل حاجة اخرى بربي اخيرا نحب نقولها كان تسمح راهو نرجعوا الموضوعنا بالنسبة لعقارب راهو نعملوا ياسر نعملوا ياسر على نقول لنا العقلاء متع الجهة على المجتمع المدني بش زادهوما يكونوا معانا شركاء راهو لازمنا دي باختوناخ راهو إذا نخدموا فاريق واحد المجتمع المدني الاعليم انتوما زاده تعاونونا بش تزيدوا وتوعيوا معانا احنا على ذمتكم الحاجة الوشيدة انا اللي نحبها في مؤسسات الدولة كواجب التحفظ اللي الجو جميل وشاعري هذيك هو اللي ما نحبوش واحدة من ناسكة اعلامية ما عاش نجم نتقبله احنا نعطيوكم الفرصة بش تطرحوا كل الصعوبات اللي انتوما تراوها وممكن تحفظ في جانب سياسي انه فما شكون حتى يقول انه فما خيوط سياسية عليش طوى المشكلة تفتح في هذه الفترة توقيت بالذات احنا ما نحبوش ندخلوا في المتاهة هذية لكن نحبو اذا عندكم نقاص تطرحوها بش الحكومات بيدا تحلي دا وتغير اذا كان الجو جميل وشاعري في كل المراحل وقتا علاش مشيت حكومه وجيت حكومه بصراحة الجو ما هوش جميل وما هوش شاعري احنا نحبو نطبقو الجو معمرو ما كان جميل وشاعري معمرنا احنا ونقولوها راهو اللي نطمحولو مزنة موصنلوش ومزنة في الليب تيبا وفي الليب خو بنيبا مزنة نقولوها قاعدين نخدمو مش معناه قاعدين نتفرجو الجو كاري في راهو ما هوما وفي مصلحت حتحد راهو كل واحد عنده درابه راهو راهو درابه واحد علم تونس ربي عليه ان شاء الله ديمة خفيف وهو نحكيه راهو نحكيه الدولة راهو بالنسبة لهذا احنا تفضل احنا راهو بالنسبة لهذا رانا قاعدين نخدمو لازم هذية المواطن يفهمها ولازم الإعلام يفهمها رانا قاعدين نخدمو مش نوصلوا ان شاء الله الحل لكن بالتشارك مع الاطراف المدخلة الكل اذا مصبع غيري من المفروض يتواصل العمل فيه الى غاية ثينة سنة سنة عشرين قبل موفى الفين وثين وعشرين قبل موفى الفين وثين وعشرين هكا سيسو فيه نسبة تفضل سيحمد الشبعان بنسبة لعجاري بش نحكيه بالنسبة المجتمع المدني راهو مجتمع منفتح وقابل للحوار وعمر ومكان رجاء نهار ضد الدولة حتى كيكون نهار بش يعمل وقفة احتجاجية وقال لبش يقفونا بطوله احنا وتوقف الوقف الاحتجاجية ويرجع المصاب بيختم هذا المسناه على مد اربع سنين انا نمشي معاهم ونشوفهم فاش قاعدين يعملوا بالضبط ودي جاء عندك اكتوب قدك مكتوبين عليهم بالنسبة للمجتمع المدني قامس واحد من اولاد منيش مصاب كان موجود معايا في اللذاعة الوطنية قال لك احنا دعاة وحوار ما تعمل شي حاورني عطيني اش طلبوا هما وقتنا يجينا في فتح المصاب النهار سبع اكتوبر طلبوا ضمان من عند مسؤول جهوا وحلم صب اعطيني ضمانات قال لك يا اخي انا ما عايش نجم نعيش في الكارثة البيئية هذي سوفيا نسوسي حتى حد ما حبي يعطيني ضمانات كمدير بالوكالة الوطنية لتصرف في النفايات هل من ضمانات يعني نهائية تحترم انتوما توفى هل معناها العقد الشراكة هذية الفين واثين وعشرين موافع سنة الفين واثين وعشرين ويغلق ملف وكبوس بالنسبة الاهليات بالنسبة لمنظومة المصابات المراقبة راهي حتما بشتوفة حتما محددة بصفقة غير محددة بصفقة لا بد من الغلق احنا ماشيين في الغلق فماشي حتى انا النزه زملية في ريجونال اسفاقص لانهم ناس يخدموا انا النزه اذا كان يتكلم راهو يتكلم بمسؤولية ولدارة هي اللي يتكلم هو يتكلم على لسان لدارة انا معناها تم ذكر معناها المسؤولين الجهويين والحجم عندهم حتى داخل الناس تخدم ونشكر اي انسان حاول في الظرف الصعيبة ذايا اغلبهم العمال اللي في المصب والناس اللي خدمة غادي بالحق اغلبهم وانا مذهلية اغلبهم 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 انسان انسان انا نحب وزيرة البيئة باينة Lauphara منكبة على تحضيرات لبرنامج بديل لمتنافس جديد للمصبات إن شاء الله قريباً تكونوا حاضرين معنا وتتحدثوا على هذا الموضوع ونحن ندعمكم من أشكل هذا ما نحب نتحاملوا عليكم نعرفكم قاعدة تخدموا وفي فترة ضغط كبير نحن كانت تسمح سيدة أنصافه هو راهو سيدة الوزيرة مع الفريق منكبين على حاجة كما هكا وأكثر من هكا أقول لكم الأولويات حتى متاع الوزارة خاطر أحنا بيدنا ماذا بينا وكيما قال سيسوفيين لمصب راهو عنده عمر وبشي جي ووقت وبشيوفة ونعاود ونقولها أنا ماشيين نحو التثمين ونحو زادة التوعية البيئية وماشيين وهذا الكل معناها التقنيات الجديدة وراهو وحتى على حتى يصبح الجو ونعملوا على نحن مقعدين عن موضوع الأخير متاع الحصة ضيوفي السنة نطلب من رئيس الجمهورية ووزيرة البيئة فتح ملفات الفساد المطروحة داخل الوكالة الوطنية للتصرف النفايات وجميع هيكل وزارة البيئة أشدوا على يديك وراهم غلطوه كوزير كوزير البيئة رهم غلطوه حتى رئيس الجمهورية وزير الداخلية قامس غلطوه ورئيس الحكومة غلطوه علاش يصير هذا بالتدخل بالعنف الشديد على مدينة عجارب مع ناس فعلا مسلمين لا ما نقولوش احنا عنف شديد ما نشعرف لاخي خميش ما حذرتش ما نجمش نقول لكن دي ما نذكر ونقول انه ربي يرحم يعني السيد اللي توفع البارح ابن مدينة عجارب تعزين العيلته صادقة وتعزين الاهل مدينة عجارب ونذكر انه عندي تقرير الطبيب يمتاعه كان عنده مشكل في القلب وانسداد في الشرايين الساعة حضرت الله يرحمه وينعمه ان شاء الله ستصير حلحلة في هذا الموضوع شكرا لك سيدة زهور المتهمم المدير العام للبرنامج الوطن نظافة المحيط وجمالية البيئة بوزارة البيئة سي سوفيان سوسي مدير بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والخبير البيئي سي حمدي شبعان شكرا لكم على كل التوضيحات نمر إلى موضوع آخر ومأساة أخرى زادة الحقيقة هذه المأساة تتمثل في العنف داخل وسط المدرسي أكيد كلنا تبعنا عملية الاعتداء العنيف ودموية من قبل تلميذ على أستاذه أستاذه اللي طلق العديد من الطعانات الحقيقة وتعملته سبع عمليات والحمد لله نقوله الوضع مستقر لكن الوضع لا ينبأ بخير لازمنا نفتح هذا الملف ونتحلثه في هذا الملف نخليكم مع التقرير التالي لزمينا النزارة الزغدودية حول الموضوع ونستقل لما بعضنا ضيوفنا الأكار شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر